لم تعد مساعي الحزب الديموقراطي لعزل ترامب كلاما أو مطاردة تصيد شعواء كما وصفها مرارا في تغريداته بل باتت جدية بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس رسميا بدء الإجراءات الفرق كبير بين تحقيقات مولر وما يجري حاليا من تحقيق فيما يمكن وصفه بفضيحة أوكرانيا فالشكوى المقدمة ضد ترامب تضمنت مؤشرات على أدلة قاطعة لم يستطع البيت الأبيض نفيها بشأن اتهامات مباشرة بخيانة القسم الرئاسي والأمن القومي ونزاهة الانتخابات الرئاسية القلق في البيت الأبيض والارتباك انسحب إلى قادة في الحزب الجمهوري ووسائل الأعلام المؤيدة لترامب فالحجج الدفاعية لمعسكره ضعيفة وغير متماسكة واقتصرت على التشكيك بمقدم الشكوى بأنه لم يكن شاهدا على مكالمة الرئيس مع نظيره الأوكراني لكنه استقى معلوماته من مصادر ثانوية وبدوافع سياسية ربما يقترب حبل الكذب المشدود لترامب من نهايته فهو لن ينجو من إلحاق الضرر بفرص إعادة انتخابه حتى لو لم يحسموا ملفه العزل قبل بدي الانتخابات أو إذا أسقطه مجلس الشيوخ كما يعتقد حاليا التهم الخطيرة لا تقتصر على ترامب وبات كبار معاونه في مرمى الاستهداف بدءا بوزيري العدل والخارجية ومحاميه الخاص جولياني وصولا إلى نائبه بانس ترامب يواجه في هذه الحرب الداخلية تقاطع مصالح غير مسبوق أفرسته هذه الفضيحة بين أجهزة الاستخبارات والمحافظين الجدد والحزب الديمقراطي ترامب الذي طالما زعم بأنه جاء إلى الرئاسة ليجفف مستنقع الفساد لكنه يبدو غارقا في مستنقع لا يقل عمقا واتساعا فرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف صرح بأن ترامب يتصرف بموقع الرئاسة كزعيم مافيا فيما قال آخرون أن التاريخ سيسجل لترامب بأنه أغبى وأسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة